شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في المؤتمر الوزاري حول القضايا البيئية الذي ينظمه مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في أسيا بلستانا CICA وذلك عبر الفيديو كونفرنس وأكدت وزيرة البيئة أن عام 2024 يعد عاما حارجا للعالم سواء في تأثيرات تغير المناخ وأيضا في نعقاد مؤتمرات اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث تغير المناخ التنوع البيولوجي والتصحر والتي ستكون فرصة مميزة للإقليم ودول في CICA أثيا مواجهة التحديات البيئية والمناخية واشددت على استعداد مصر الكامل لدعم دولة أذربيجان في صدافاتها لمؤتمر كوب 29 للخروج بمؤتمر ناجح يلب احتياجاته ومتطلبات الدول النامية والمتقدمة واقتناس الفرصة المهمة التي وفرها إعلان صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إعلانه في مؤتمر المناخ بمصر كوب 27 معربة عن أمالها للخروج بهدف جمعي جديد للتمويل في مؤتمر المناخ ليكون كوب 29 عادل للدول التي تواجه آثار تغير المناخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر